جورجينا بنت مكملتش 18 سنة محبة للحياة سعيدة بشبابها مكنتش تعرف ان فوق ممتها بتعمل صفقة بيها لما اتفقت مع ويليام انها تجوزه بنتها وتجيب ليه وريس ولما عرفت جورجينا كانت سعيدة جدا افتكرت ان هو حبها لما شافها بتحلم بحياة زوجية رومانسية شبه شخصيتها لكن اللي حصل عكس كده الزوج ليه غرض واحد بس ان هو يجيب وريس والد حتى علاقته بيها كانت علاقة مفهاش اي مشاعر وغرضها الانجاب بس بعد فترة اشتكت لممتها ان هو غريب جدا حتى ما بيتكلمش معاها قالت لها ان هو بيهتم بكلابه اكتر مني ممتها كانت شايفة ان هي بنجرب ما تجيب له الولد حياتهم عتتغير وفي ليلة لقيته انسحب من عشا مع رجال سياسة في بيته ودخل قطه اكتشفت لأول مرة ان هو بيخنها كانت مصدومة جدا لكن سكتت وبعد الشهور جورجينا كانت حامل بتحاول تسمع نصيحة ممتها بان كل شيء حيتحسن لما تولد لكن كانت صدمتها الكبيرة لما دخلت عليها طفلة صغيرة واللي هي بنت جزها من علاقة غير شرعية الزوج اللي قال لها ان ممتها ماتت وحتعيش معاهم في القصر قال لها كمان عليك تقومي بواجبات الام تجهها وان دي فرصة كويسة علشان تتضرابي على واجبات الامومة جورجينا بتبصله مش مصدقة اللي هو بيقوله كانت تتمنى ان تكون حياتها مختلفة ورغم انها مع زوج بتتنازل كل يوم عن حلم من احلامها لكن سكتت ومش كده وبس كمان شافت ان الطفلة ملهاش زنب انها تعيش من غير ام علشان كده قررت راعيها ولدت جورجينا وجابت بنت ويليام قابل امها بشكل سيء جدا قال لها ان بنتك ملتزمتش بالاتفاق اللي بينا مجابتش الولد الام قالت له مدامت هي بصحة جيدة تقدر في المستقبل تجيب لك الولد مر ست سنين وجورجينا جابت بنت كمان كانت مهتمة بالتلات بنات بما فيهم بنت جزها الزوج اللي مش مأثر في علاقاته المحرمة وجورجينا بعنيها بتشوف محاولاته ياخد عشيقة لسريره بس الوحيدة اللي رفضته لانها انفصلت عن جزها الخاين ومش ممكن تدخل في علاقة مع زوج لانها عانت من نفس المشكلة جورجينا تعرفت عليها وعرفت ان جزها اخد منها اولادها الولاد اخدهم التلاتة عقاب ليها عرضت عليها انها تعيش معها في القاصل لغاية ما تتحلم مشكلتها وتقدر ترجع لولادها طبعا وليا موافق على طول لانه معجب بيها وهي بقى شيء لطيف جدا قربوا منها جورجينا وبيس بقى اصحاب جدا كل اسرارهم بقت مع بعض والاول مرة جورجينا تتكلم بصراحة عن اللاقتها مع جزها اتفاجأت بكلام صاحبتها ان العلاقة الزوجية بتكون ممتعة كانت مستغربة جدا ان هي عمرها محاسة بالاستمتاع مع جزها وان العلاقة اللي بينها وبين جزها عبارة عن علاقة بغرض واحد بس ان هي تحمل علاقة زوجية بدون اي مقدمات ولا مشاعر تشارلس صديق ليها من ايام ما كانت في بيت مامتها كان بيحبها ولسه بيحبها جورجينا اللي مفتقد كلام الحب والاهتمام ولما سمعته منه كانت سعيدة جدا وراضية ان في حد راغبها بالشكل ده المشاعر اللي عمرها ما عاشتها مع جزها اتصدمت صدمتها الكبيرة لما سمعت ان جزها في علاقة مع صديقتها اعز صديقة ليها بس الصديقة اللي فتحت لها بيتها سمعتها في علاقة مع جزها كلها استمتاع وجهته قالت له انا عمري ما اعترضت على علاقتك المحرمة حتى بنتك رب تهولك زي بناتي كانت بتتقلم جدا قالت له انا اسمعتك النهاردة بشكل مختلف بشكل عمره ما عشته معايك قالت له كمان ان انت اخدت مني صديقت الوحيدة اللي في الدنيا اللي كنت بهرب علشان اتكلم معاها بعد ظلمك وخيانتك كانت مش فهمة هو ليه بيحاول يمحي اي حاجة كويسة في حياتها واخر كلماتها ليه ما لقيتش غير صاحبتي تخني معاها الزوج اللي شايف انه معملش حاجة غلط حتى انه هو بيقوم بكل واجباته الزوجية معاها شايف انه هي المقصرة مش هو لما قعدت مع ما متها اشتكت ليها الام لمتها قالت لها انت اللي سمحت بكده انه هو يحصل قالت لها كمان عليك الفترة الجاية تركزي اكتر علشان تجبيره الولد وبكده هيبعد عن عشقته الجديدة بس دخلت ليها واعتذرت قالت لها ان جوزك عنده سلطة وهو الوحيد اللي يقدر يرجع لي اولادي قالت لها ان انا وفقت ادخل معاه في علاقة لانه وعدني ان اولادي حيرجعوا الحضن من جديد فعلا وليام رجع ليها اولادها الثلاثة وعيشوا معاها في القصر كانت جورجينا بتشوفه وهو بيلعب مع الولد الشيء اللي عمره ما عمله مع بنته من بناته احساسها بالقلم كان بيزيد ولأول مرة سابت تشارلس يبصها مش كده وبس كمان راحت لجوزها قالت له انها مش فارق معاه ان يعيش مع بس لكن لازم يسمح لها هي كمان انها يكون لها عشيق الزوج طبعا تجنن مش ممكن يسمح بكده قال لها انت عندك مهمة واحدة في الدنيا ان انت تجيبي لي وريس ولد والليلة دي اختصبها فعلا بعد فترة عرف انها حامل وفعلا جورجينا جابت ليه الولد اليوم ده ادى لها شيك بالفلوس اللي اتفق عليها مع مامتها زي العقد اللي كان بينهم بالزبط جورجينا كانت واقفة ومصدومة من اللي بيحصل مش مصدقة الاتفاق اللي كان بينهم لكن برضو عاشت جنب ولادها التلاتة وكمان جنب بنته وكان اكتر وقت سعيد لها وهي معاهم بس لما وليام سافر عزمت شارلس للقصر وخلت جورجينا تدخل لقوضة والاول مرة تعيش علاقة طبيعية حتى انها تعلقت بيه وقضوا مع بعض ايام طويلة بعيد عن القصر والزوب الزوج لما عرف ان علاقتها بتشارلس هددها ان هي لازم تبعد عنه يا امه حينهي على مستقبله السياسي وعمره ما حيتول يحقق حلمه ان هو ايبا وزير قال لها كمان لو مرجعتيش معايا على القصر عمرك ما حتشوفي اولادك تاني جورجينا كان عليها تختار ما بين قلبها واللي الاول مرة يعرف الحب الرومانسي وما بين اولادها اللي ما تقدرش تعيش من غيرهم جورجينا رجعت على البيت واختارت ولادها اختارت انها تعيش مزلولة مع راجل خاين بس علشان ما تتحرمش من ولادها وهم كمان ما يعيشوش من غير ام وفي ليلة وصل حبابها على القصر قال لها ان هو بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها قال لها ان انت حرة اختاري حياتك عايزي تجوزها ويعيشوا مع بعض عايزي يجيب منها اولاد مش مهم ولد ولا بنت قال لها ان هو عايزها زي ما هي لكن جورجينا قالته انها ما تقدرش تعيش من غير اولادها ومشي تثبته رجعت تاني لحياتها بس عرفت ان هي حامل منه ولما عرف ويليام قال لها هتروح الريف لغاية ما تولدي وبعد كده الطفلة هيروح لعيلة شارلز وانتي ترجعي تاني على القصر فعلا ده اللي حصل ولدت جورجينا بنت هي إليسا سلمتها لأهل حبيبها وكانت بتموت من القلم على فراء بنتها ولما رجعت على القصر زي الاتفاق ويليام قعد معيها اعتذر ليها على السنين اللي عاشتها معاه فقلم وحزن قال لها اديني فرصة ان انا عوادك على حصل جورجينا ما كانش عندها اختيار تاني غير انها توافق هي من اول لحظة اختارت ولادها وفي حفلة شافت تشارلز كان عايزي تمنها على بنتها قال لها ان ابن اخوه جاب بنت جميلة مليانة حياة واتمنى ان انت تقدري في يوم الايام تشوفيها الكصة الحقيقة لجورجينا كافانديش واللي كانت من اكتر الشخصيات شهرة في عصرها تشارلز غراي اتجوز وبقى رئيس للوزراء وقبل وافتها بفترة بسيطة باركت جواز باس من زوجها وكانت في السر طول السنين بتزور بنتها إليسا حتى ان بنتها لما كبرت وتجوزت سمت طفلتها جورجينا على اسم مامتها كل واحدة فينا بتحلم تعيش الرومانسية عندها حب وطاقة يملة الدنيا بس بتتفاجئ بزوج مش شبهها من غير مشاعر وكمان بيخون الخيانة مش بس ان يلمس واحدة تانية الخيانة اعجابه بغيرك وإهماله ليكي لو قصرك ببروده وخيانته وإهماله شيلت شيلة حتى الأعداء ما يقدروش عليها عشت سنين بس علشان خاطر أولادك عشتي أيام ما كنتش قادرة تبعدي بس كمان مش قادرة تقربي انت فين دوري جواكي على نفسك زمان على جمالك اللي سرقوا منك كفاية تكوني الشمس اللي بتنور حياة غيرك وغيرك بيتغزل في الأمر دوري على حقك على نفسك على قرمتك اعرف ان الحياة جميلة بس لما تتقسميها مع اللي يعرف معنى وجودك يشفي ليك جروحك يكون مخلص في غيابك ويدور عليك في وجودك علشان كده احترمي ذاتك ابعدي عن كل شخص معرفش قيمتك ما تورطيش نفسك مع شخص مش حاسس بيكي لأنك في وقت من الأوقات مش هتقبي عارفة نفسك مش هتقبي عارفة إذا كان هو اللي ظلمك ولا أنت اللي ظلمت نفسك لما سكدتي اتقلمتي فعلا بس اتعلمتي وجي الوقت بقى اللي لازم تغيري وتتغيري